بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية السيدات والسادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود في البداية أن أرحب بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان والوفد المرافق لسيادته في أول زيارة له لمصر منذ أكثر من عشر سنوات لنفتح معا صفحة جديدة بين بلدينا بما يثر علاقتنا الثنائية ويضعها على مساريها الصحيح وأكد اعتزازنا وتقدرنا لعلاقاتنا التاريخية مع تركيا والإرث الحضاري والثقافي المشترك بيننا ويؤمن هنا إبراز استمرار التواصل الشعبي خلال السنوات العشر الماضية كما شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية نموا مضطردا خلال تلك الفترة فمصر حاليا الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية وقد أثبتت التجربة الجدوة الكبيرة للعمل المسترك للعمل المشترك بين قطاعات الأعمال بالبلدين وبالتالي سنسعى معا إلى رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون السيدات والسادة أود أيضا أن نشير إلى اهتمامنا بتعزيز التنسيق المشترك والاستفادة من موقع الدولتين كمركزي كمركزي ثقل في المنطقة بما يسهم في تحقيق السلم وتزبيت الاستقرار ووفر بيئة مواتية لتحقيق الزهار والرفاهية حيث تواجه الدولتان العديد من التحديات المشتركة مثل خطر الإرهاب والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرض علينا الواقع المضطرب في المنطقة وأعرف في هذا السياق عن اعتزازنا بمستوى التعاون القائم بين مصر وتركيا من أجل النفاذ السريع لأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى أهلنا في قطاع غزة أخدم في الاعتبار ما يتمارسه السلطات الإسرائيلية من تضييق على دخول تلك المساعدات مما يتسبب في دخول شاحنات المساعدات بوتيرة بطيئة لا تتناسب مع احتياجات سكان القطاع ولقد توفقت وفخامت الرئيس أردوغان خلال المباحثات على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع بشكل فوري وتحقيق التهديئة بالضفة الغربية حتى يتسنى استئناف عملية السلام في أقرى فرصة وصولا إلى إعلان الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات السلة كما أكدنا ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبي بما يساعد على عقد الانتخابات الرئيسية والتشرعية وتوحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد ونقدر أن نجحنا في تحاكل الاستقرار الأمن والسياسي في ليبيا سيمثل نموزجا يحتذا به حيث أن دول المنطقة هي الأقدر على فهم تعقداتها وسبل تسويت الخلافات القائمة فيها يهمني كذلك الترحيب بالتهديع الحالية في منطقة شرق المتوسط ونتطلع للبناء عليها وصولا إلى تسويت الخلافات القائمة بين الدول المتشاعة بالمنطقة ليتسنى لنا جميعا التعاون لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة كما أكدنا خلال المباحثات اهتمامنا المشترك بالتعاون في إفريقيا والعمل على دعم مساعيها للتنمية وتحقيق الاستقرار والازدهار وختاما فأني أتطلع لتلبية دعوة الرئيس أردوغان لزيارة تركيا في إبريل القادم لمواصلة العمل على ترفيع علاقات البلدين في شتى المجالات بما يتناسب مع تاريخهما وإرثهما الحضاري المشترك مرة أخرى رحبك أفخامت الرئيس ترجمة نانسي قنقر